السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين عشاق الحسون أو تربية الحسون سأتكلم اليوم عن موضوع تعقيم البذور وخصوصا أعلاف الطيور التي تقدم لطيور الزينة بشكل عام كثير من المربين يعانوا من أمراض في طيورهم وسببها والسبب الرئيسي غير النظافة لها هو تناول هذه الحبوب المتعفنة كما تشاهدون يتم وضع جميع هذه الحبوب أو على مجموعة من الأكياس النايل الشفافة حتى تكون عرضة للشمس وتدخلها شعة الشمس مباشرة يتم إضافة على هذه الحبوب معلقة ومعلقتين خل تفاح طبيعي وتحكم هذه الأكياس تحكيم جيد وتوضع تحت شعة الشمس مباشرة لمدة لا تقل عن أربع ساعات وخصوصا في أيام الصيف في درجة الحرارة العالية حيث تقوم أشعة الشمس بتطهير هذه الحبوب من أي تعفنات أو من أي أمراض أو بكتيريا موجودة داخلها أيضا مجموعة تستخدم أواني أو برقان زجاجية أو مرتبانات زجاجية أو بلاستيكية شفافة بحيث تدخلها أشعة الشمس وبنفس الطريقة تضاف هذه الحبوب داخل هذه العبوات وتضاف عليها معلقة ومعلقتين خل وتحكم جيدا وتوضع تحت شعة الشمس مباشرة بعد مرور أربع ساعات أو خمس ساعات على وضحها يتم تفريغها في أماكن جافة جدا وتقدم للطيور وبهذه الحالة نكون قد انتهينا من موضوع التعفن والفطريات داخل هذه الحبوب ونقدم لطيورنا حبوب نظيفة خالية من جميع الشواب إن شاء الله أشخاص آخرون يستخدمون الميكرويف من يتواجد عنده الميكرويف يوضع هذه الحبوب داخل أواني حديدية أو زجاجية وتفرغ داخل هذه الأواني وتوضع داخل الميكرويف لمدة 3 أو 4 دقاق حيث تتعرض لدرجات حرارة عالية جدا بعد ذلك يتم تفريغها وتنقيتها ووضعها داخل المعالف للطيور وتقدم بشكل يومي وهذه الطريقتين هما الناجحتان في تعقيم هذه البدور وتقديمها للطيور راجيا من الجميع مشاركتنا والاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله مع تحياتي للجميع إن شاء الله وموسم قادم جميل للكل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله